تبنى تنظيم داعش هجوماً بسيارة مفخخة في مخيم الركبان للنازحين في سوريا قرب الحدود مع الأردن وقال مراسلنا إن الانفجار أوذى بحياة 15 شخصاً على الأقل عندما استهدف الهجوم دورية عسكرية لجيش أحرار العشائر المسؤول عن حماية المخيم في منطقة السوق التجاري ويسكن في مخيم الركبان نحو 100 ألف نازح سوري هرب معظمهم من مناطق يحتلها داعش في البادية السورية ومحافظتي ديرزور وحمس